أهلا بكم مشاهدينا في الأحد الاقتصادي تفاول اقتصادي بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وتوقعات من تحاشي الاقتصادي وتحرك عجلة الانتاج البنوك المحلية وموعد عكس تعديلات الفائدة على الوداع والتسهيلات وهل ينعكس الانخفاض كاملا على قروض المواطنين تعديل أسعار الفوائد تأثيراتها الاقتصادية وتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادية ومشاهدين اسمحوا لي أن يرحب بضيوفي في هذه الحلقة مدير عام جمعية البنوك الأردنية دكتور ماهر المحلوق الله وسلم بك دكتور خير سيد معنا وأيضا رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابتالي الاستثمارات سيد رائد المؤمن الله وسلم بك سيد رائد معنا سأبدأ من عندك دكتور ماهر اليوم تقريبا 11 رفعة لأسعار الفوائد خلال الفترة الماضية ما بين رفعات وتثبيت لأسعار الفائدة بداية البنوك الأردنية رفعت هذه الرفعات في أسعار الفائدة على كل المقترضين نعم بالبداية نعم فبالتالي عكسة كل الرفعات كل الرفعات لازم تنعكس في المواعد الدورية المحددة بداية خلينا أول شيء مسي عليكم مسي على الأخرى أنا بدأت أجاوب مباشرة هيك لأن موضوع الرفع صار جزء من التاريخ فبالعادي كنت أكون هنا في موقف شوي صعب لما كنت أتحدث عن الرفع بس بما أني أتحدث على تجربة تخفيض أولى في عالم التخفيض اليوم لأسعار الفائدة وبتأمل إن شاء الله حسب المؤشرات ويمكن نسمع أشياء آخر أنه فيه كمان تخفيض آخر من هنا لنهاية العام وبنتأمل بعد يكون فيه تخفيضات أخرى فلا أتحدث بجوز بحماس وبإندفاع للأسف الشديد ما تم عكسه من رفعات على مدار العام 2022-23 هي رفعات كان لابد من اتخاذها وشرحنا لأكثر من مرة سواء من خلال برنامجك أو من خلال برامج أخرى على قناة المملكة أسباب ومبررات القرار الذي يتخذ على مستوى البنك المركزي الأردني لعكس مثل هذا القرار لأن ضرورة الحفاظ ضرورة تنفيذ البنك المركزي لدوره الأساسي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي وسعر صرف دينار أردني مستقر كان لابد من اتباع سياسة نقضية بهذا النهج وبهذا التوجه لذلك كان يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء وبالتالي تم عكس كل هذه الرفعات واليوم شفنا في تقريبا في آخر شهر 9 بعد 22-9 تقريبا لما اتخذ البنك المركزي الأردني قرار بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس وبناء عليها تم عكس هذا على سعر الأساس في البنك المركزي وبالتالي نعكس على سعر الفائدة في البنوك الذي تم تخفيضه حسب دورية التعديل للعقود الاعتمانية الموقعة ما بين المقترضين وما بين البنوك وحسب دورية التعديل عندما يستحق أيوة يعني الخفض لا يكون فوري بل يكون عنده كما لم يكن الرفع فوري كما لم يكن الرفع فوري التخفيض لم ولن يكون فوريا إلا في موعد التجديد أو التمديد أو التعديل اللي وارد في عقد الاعتمان الموقع والمعد بموجب تعليمات العدالي والشفافية اللي صادر عن البنك المركزي واللي اليوم صار اسمها اعتبارا من 16.1 راح يصير اسمها تعليمات حماية المشتهلك المالي لأن البنك المركزي جمع كل هذه التعليمات العدالي والشفافية وكل هذه الأنظمة والتعاميم اللي بتتعلق بتنظيم العلاقة ما بين المشتهلك المالي والمؤسسات المصرفية أو البنوك تم جمعها في تعليمات سماها تعليمات حماية المشتهلك المالي وصدرت في الجريد طيب دكتور هذه المواعيد هي مواعيد شهرية ولا ربعية يعني كل ثلاثة شهر ولا كل ستة شهر ولا كل سنة على الأغلب أغلب القروض الأفراد في الأردن كل ثلاثة أشهر بتم تعديل سعر الفائتي على الأغلب الغالبية العظمى فيه جزء منها بيصير كل سنة وفيه جزء قد يكون قليل يعني بيحدث كل ستة شهر بس إذا جاز للتعبير الغالبية العظمى من قروض الأفراد يتم تعديلها ودورية التعديل عليها تحدث كل ثلاثة أشهر بهذه الجزئية تحديدة اليوم نتحدث عن خلط الأسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية نعم أو خمسين نقطتين خلط بنصف نقطة مئوية نعم طيب اليوم هذه النصف نقطة بدأت الشهر الماضي لماذا تعدل قصته هذه الدورة أو هذا الشهر يمكن أن تعدل الشهر المقبل أو اللي بعد إذا كان فيه انخفاض آخر خلال الشهر الجاي يجمعوا مع بعض ويعدلوا طبعا يعني أنا بدي أحكي إذا اليوم واحد على سبيل المثال دورية التعديل عنده بواحد تسعة بداية كل ربع لنفترض مدل جميل التعديل صار بـ 22-9 فهو التعديل تبعه بواحد تسعة التعديل القادم وكل ثلاث أشهر يستحق متى تلقائيا بواحد اتناعش تزبوط فأي تخفيضات بتصير في هذه الفترة بتم عكس على عقد الإتماء تبعه في واحد اتناعش اللي هو على موعد التعديل على سعر الفائدة تمام وهذا ما كان يطبق عند الرفع هذا ما كان يطبق عند الرفع وسيطبق عند التخفيض تماما ولكن ما ننسى شغلي واحد مهمة جدا أنت بتتذكر والمواطنين بتذكر والمشاهدين بتذكره نحن نتحدث عن 11 رفع في تقريبا فترة سنتين أقل من سنتين نحن نتسى بنحكي عن التخفيض الأول وبنصف نقطة فالمقارنة قد لا تكون منصفة في هذا الإجراء وإحنا شهدنا في عمليات الرفع كمان إذا بدنا نذكر في أشهر كانت متتابعة في الرفع يعني كان الشهر مثلا على سبيل المثال أنا لا أذكر رفعات بس مثلا شهر 9 أو شهر 10 مثلا أو كان قابلها مثلا بشهر 8 اليوم نحن في فترات يعني بشهر 9 نحن اليوم يعني هي شهر 10 بده يخلص متوقع يعني أعتقد الأسبوع القادم اللي بعده يمكن يكون في طيب بهذه الجزئية أستاذ رائد تخفيض أول هل سيكون الأخير هذا العام بحسب التوقعات؟ لا توقعات الأسواق هي في أن 6-11 في اجتماع للبنك المركز الأمريكي متوقع من الأسواق المالية 25 نقطة هذا بشهر 11 شهر 11 6-11 بظل في بعديها بعدها تقريبا بشهر ونص كمان في اجتماع بشهر 12 وبرضه متوقع كمان 25 نقطة تخفيض هل هنا التنوية أنه قبل شهر كانت أسواق تتوقع شهر 11 يكون فيه 50 نقطة خفض للأسعار لكن حاليا الاحتمالية إلى 50 نقطة صفر و95% من السوق المساعر 25 نقطة أساس أنه يصير في عليها تخفيض بشهر 11 بشهر 11 بشهر 11 له 6-11 تماعه بخمسة وستة 11 وبالعادة يعلن عنها بستة 11 وهذا هو المتوقع وهذا هو السوق الذي حالا شايفه والذي عاكسه جميل وفي شهر 12 بشهر 12 برضه حاليا متوقع كمان 25 نقطة يعني متوقع كمان من هنا بما مجموعه إذا نحكي 25 نقطة بشهر 11 و25 و50 و50 حاصل و1% من هنا لنهاية السنة طيب الـ 1% هذه تنعكس مباشرة على القرض لا زي ما تفضل دكتورنا بالبنوك نحكي بالبنوك المحلية حتى البنوك العالمية بشكل عام إجمالا البنوك بتخفيض الفوائد على الوداء أسرع ما هو تخفيضهم فعليا على القروض يعني تروح الوداء بينما على القروض زي ما حكالك حسب العقود التشارطية بين البنك وبين العميل إجمالا إذا تطلع على البنوك بشكل عام ليس بس بنوك الأردن يعني أنت لأنه عندك شرائحية في المجتمع في الشركات وفي الأفراد الشركات بالعادة قروضهم بتكون هي حسب يعني بتكون معادل المعادل اللي هي فيه هامش مثبت وفيه سعر الفائدة شو هو بيكون السوق فبدأ سعر الفائدة نزل بشكل عام تنزل عليهم الأسعار بشكل أسرع خلينا نحكي عليهم بينما الأفراد لأنه زي ما تفضل برضو الدكتور لأنه حتى العكس التي تطلعها تأخذ وقتها كمان مش بنفس الوقت بيجيب لاحظين عليها بالضبط فتأخذ وقتها وهو هذا اللي بيحاول دائما البنوك تسعاله أنه يتحافظ على الهوامش تعييتها الربحية بأخذ المصاري بدفع عليها تكلفة معينة وبالأخير بدون يشغل هذه المصاري والعائد الفرق بين العواد اللي هو بيسموه الهامش الربحية تعييت البنوك طيب أستاذ الرائد عشان نبسط القصة اليوم إذا نظرنا لآلية عمل البنوك اليوم البنوك هل تعمل بنقودها الخاصة؟ لا أكيد لا يعني البنوك عنده رأس مال رأس مال طبعا مع رأس المال بداية نبلش من اليوم الأول بده نبلش برأس مال البنك جميل رأس ماله هذا فيه له شروط مش مسموح لو يشتغل بكل رأس ماله جزء منه بده يروح استثمار جزء منه بده يروح احتياطيات جزء منه بده يروح وديه حتى مخصصات أو بده يخليه على جنب جزء بده يشتغل فيه بعدين بتبلش الدورة تشتغل تعيته يبلش أنه يأخذ الأموال بشكل عام المجتمع بشكل عام خلينا نسميها الوداع الوداع وهي تعريف البنوك أنت تحاول توديها للجهة المحتاجة هذه الفوائد النقضية عشان تشتغل وتقدر تنمي اقتصادياتها أو تقدر تنمي الأشغال تعيتها وكله وأي شيء ثاني لهذا الاقتصاد جميل فإجمالا هو يأخذ الفوائد الفوائد هاي اللي يأخذها إجمالا بتكون على شكل زيما أنت تفضلت وداع بشكل عام وهي الوداع مرة ثانية مش كلها بيقدر يقرض مية بالمية لأنه في عنده شروط وهو محدد والمحددات تعيته هي جاي بداية من بسموه اللي هو حسب بازل بسموه بنك المركز للبنوك المركزية بالعالم هذا قانون يحدده اللي هم جي تونتي يحدد على كل البنوك المركزية بالعالم قديش أنتوا كبنوك مسموحي تدينوا قديش تخترضوا قديش نسب كفاية رأس المال وإلى آخره بعدها بيجي المرحل اللي بعدها البنك المركزي لكل بلد كل بنك مركزي بالعادية يتشدد زيادة عن بازل شو محدد الشروط هاي وبيختلف من بلد لبلد فصار عندك أنت المحددات وصار عندك الفوائد الداخلة وبعدها بتبلش هاي الأموال تشتغل زي ما أنت تفضلت اللي هي بيشتغل بيشتغل فيها بيشتغل فيها يأما جزء بروح استثمار جزء منه بروح قروض وطبيعة بنك عن بنك طبعا بتختلف طيب فبالتالي هو بيأخذ هذه الوداع من الناس صح بيعطيهم عليهم فوائد صح وأرباح وبشغلها بها مش أعلى شوي مشان يطلع هو مربحه بالمقابل يغطي الكولف ويغطي الكولف وهذا بتلاحظ بنوك مركزية كثير منها بتعلن أنه الفائدة على الوديعة والفائدة على الاقتراض بتختلف نعم الاقتراض أعلى إجمالا يعني هاي بتبين أكثر بالبنك المركزي الأوروبي بيكون حاطل لك الفائدة الأساسية بعدين فائدت الوديعة وفائدت الاقتراض محدد لك ياها من أولها جميل فعليا فائدت الاقتراض أعلى إجمالا عشان يربحه زي ما تفضلت جميل طيب لماذا نتبع الفدرالي الأمريكي ببساطة هو بجوز يعني إحنا الدنار الأردني أو الحفاظ على سعر صرف للدنار الأردني مستقر وثابت أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إلى الأردني من خلال السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية المختلفة التي يتبع على البنك المركزي فإذا نرجع لمهام البنك المركزي في أصل قانون البنك المركزي في التعريف في المادة الأولى أو الثانية من البنك المركزي في مهام البنك المركزي هذا الجوهر والكور الأساسي تبع البنك المركزي فالحفاظ على سعر صرف ثابت مستقر حتى تقدر تضبط معدلات التضخم في الاقتصاد من جانب آخر لابد من الحفاظ على سعر الصرف بمستوية مقبولة وإحنا سعر الصرف طبعاً زي ما كلنا منعرف من 1995 تقريباً سعر صرف الدنار الأردني مثبت على الدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت وحتى تحافظ على مستوى جاذبية للدنار الأردني على الدولار الأمريكي بمستوى معين لابد من اتباع سعر الفائد الدارج أو سعر الفائد الساعد في السوق الأمريكي مع الحفاظ على مستوى هامش معين ما بين سعر الفائدي على الدينار وعلى الدولار حتى يتم المحافظة على ميزة للدينار الأردن واستمرار تشجيع واستمرار الطلب على الدينار الأردني والحفاظ على قيمة العملي وهو مصلحة عامة طبعا فيه مصلحة عامة ومصلحة رئيسية جدا لأنه وحكينا هذا سابقا في دول كثيرة اللي ما التزمت بقرارات أو ما نهجة نهج السائد في العالم لما كانت بتتم عمليات الرفع على سعر الفائدي وكانت بتأخذ مسار معاكس تماما فيما يتعلق بالتخفيض وعلى سبيل المثال منها كلنا بنذكر مصر وتركيا كيف كانوا بتصرف في ذلك الوقت شفنا مستوى التضخم شو صار فيها وسعر صرف العملي شو صار فيها وين مصلت إلى هاي المستويات ولكن حتى تحافظ على مستوى التضخم منضبط لأنه إذا بنرجع لأرقام التضخم في الاقتصاد الأردني على مدار العام 2023 نحن متحدث عن 1.9 يعني ما وصلناش 2% مستوى التضخم نعم أقل من 2% مستوى التضخم وهذا مستوى التضخم كان ضروري جدا لأنه لو لا قدر الله حدث مستوى تضخم بمستوىات مرتفعة جدا كنا بنقول دائما الأثر الرئيسي المباشر كان رحي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن لأنه إحنا لما متحدث عن تضخم نتحدث عن ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار فبالتالي القدرة الشرائية للمواطن وضعف القوى الشرائية للأملة رح يتأثر عن مواطن لأنه سلة السلع اللي بيستهلكها بمبلغ معين نفس المبلغ ما رح يجيب نفس السلة من السلع اللي كان بيجيبها قبل ما يكون هذا المستوى من الأسعار الساعدة طيب أستاذ رائد بذات السياق تحديدا اليوم هذه الرفعات واليوم بدأنا في انخفاضات كيف يؤثر ذلك على السوق وحركة الاستثمار جمالا يعني خفض أسعار الفوائد هو فعليا أنت تحرر زيادة العرض من النقد بشكل عام لما أنت ترفع أسعار الفوائد هو أنت فعليا بتحاول تقلل من عرض النقد وهي سياسة انكماشية وتخفيض أسعار الفوائد هو فعليا عكس السياسة الانكماشية تحاول تزيد عرض النقد كيف تزيد عرض النقد بشكل عام بتصفي القروض ببساطة الأمور. القروض بتصير أرخص. فبالتالي محفز للناس أنها ممكن تقترض وتعمل مشاريع أو تقترض وتستهلكوا بأي إشي. يعني. واحد. بالمقابل الوديعة. الوديعة اللي كان حاط مصاري بالبنك بيحكي لك. قاعد الفائدة قاعدة بتعطيني خمس ونص ستة. وقول لك. هسا لزلة الفائدة مش مغرية. لألي مش مجدي. خليني ممكن أرجع أطلع على الاقتصاد. طلعها بالاقتصاد الحقيقي. ويتحرك هذا الاقتصاد الحقيقي. وهذا التحرك فعليا. اللي هي بتزيد عرض النقد. وفي التالي بتزيد المفروض حركة العجل الاقتصادية بشكل عام. وهذا من دروس الاقتصاد بشكل عام. ليس بس بالأردن. بأي محل بالعالم. فالمفروض بشكل عام. زي ما تفضلت أنت. أنه انخفاض الفوائد هو يكون إشي إيجابي. وهذا الإشي الإيجابي. أن يحرك عجلة الاقتصاد. سواء بأبسط الأمور. يعني أنا وانت كيف من شبهها. زي ما تفضل الدكتور لأنه منخفضت أسعار الفوائد على قروض المواطنين. فعليا المواطن صار عنده مبلغ من المال لإله. ليس سيدفعه لقرض. فهذا المبلغ يصرفه بمحل معين. يعني ما ممكن يستهلكه. يعني ما يستثمره أي شيء. فبالتالي هي بتحرك لك العجلة الاقتصادية. وهي طبيعية جدا. السؤال الأسئلة هي الأهم من هيك. أنت زي ما تفضلت. أسعار الفوائد ستنزل. إلى أين ستنزل أسعار الفوائد؟. هل ستنزل بشكل كبير؟. إذا ما تفضل الدكتور. طلعت بفترة زمنية قليلة. طلعت بشكل حاد. من صفر إلى خمسة وربع في أمريكا. خمسة ونصف. والأردن وصلنا سبعة. الفوائد بدأت تنزل. لكن هل هي ستنزل بنفس الحدة هاي؟. ولا مش ستنزل بنفس الوثيرة بالزبط. هي عيه. طيب. قبل أن نذهب إلى التوقعات طويلة الأمد أو طويلة الأجل إلى حد ما. الدكتور ماهر. توقعات كما ذكر أستاذ رائد. بأنه تقريبا نطلع من 2024 بواحد بالمئة انخفاض بالفوائد. هذه الواحد بالمئة مؤثرة في القروض؟. أشوف بشكل عام بالإضافة اللي تفضل فيه الأخر رائد. يعني أسعار الفاعد. لأنه بعرفوا سعر الفاعد هو سعر النقد. يعني زي ما بتشتري السلعة. والسعر بدك تدفع. مقابل أنك أنت تأخذ الكاش. صحي. فسعر النقد هذا فأي سعر أي سعر السلعة بالعادي في قانون العرض والطلب الأساسي لطلاب مبادع 101 في الاقتصاد. لما بقل سعر السلعة. الكمية المطلوبة منها بدأت زيادة. فبالتالي زيادة الطلب على النقود راح تأدي إلى تحفيز الدورة الاقتصادية. سواء لا الاستهلاك أو لا الاستثمار. أو حتى بدأت تقترض شركات لغاية الاستثمار والتوسع وخلق فرص عمل. وبالتالي العمال الإجدادهم يخذوا رواتب وبدأهم يصرفوا وبدأوا يستهلكوا وبدأوا يصير فيه نمو في الاقتصاد وما إلى ذلك. هذا كله بشكل عام يعني بدأوا يؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد عموما بشكل عام. فبالتالي بدأوا يصير فيه نمو اقتصادي. ويمكن أن يكون نمو ذو أثر وذو توقع. في دراسة أو في تقرير أخير للبنك الدولي تقديراته بشكل عام بيقول بيقولش عن اقتصاد معين. يعني أنا بحكيش عن الاقتصاد الأردني ولا عن الاقتصاد الأمريكي. بس هي دراسة. ونتيجة دراسة بتقول كل واحد في المئة تخفيض في أسعار الفائدة. يترجم إلى نمو اقتصادي ما بين فاصلة 2 بالعشرة إلى فاصلة 5 بالعشرة. يعني من 20 إلى 15 أو من ربع لنص بالمئة في معدلات النمو الاقتصادي. وهذا رقم مهم جدا. يعني بجوز كلنا شاهدنا من كم يوم تقرير صندوق النقد الدولي على توقعات النمو الاقتصادي في الأردن. الفرق على نص في المئة للعام القادم. يعني احنا بتوقع. فبالتالي هاي التوقعات يمكن يكون في إلها برضو دلالاته واتجاهات بهذا الاتجاه لما بتتحدث عن تخفيض بواحد في المئة. فبدون أدنى شك. لأنه تأثير التخفيض هذا إذا بنشوف بلامس أربع أو يعني لامس ثلاث مكونات رئيسية جدا. من مكونات معادلة الناتج المحلي الإجمالي. الجي دي بي. وهو الاستهلاك مباشرة. لما برخفض سعر الفائد الاستهلاك بدو زيد. والاستهلاك الكمبوننت المهم. أو المكون الرئيسي والأول في هذه المعادلة. انخفاض سعر الفائد بدو زيد الاستثمار. لأنه ببطل الاستثمار. أفواً ببطل الاحتفاظ بالودائع. مجد لأنه كلما انخفض سعر الفائد كلما صار الميل إلى الاستثمار وتوظيف الأموال لتحقيق عواعد أعلى. لأنه أسعار الفائد منخفضة. توظيفا في الاستثمار. الاستثمار الفعلي في السوق. يعني استثمار صناعي. زراعي. تجاري. خدمات عقاري إلى آخره. فمكون الاستثمار هو المكون الثاني من مكونات معادلة الجي دي بي. فبالتالي هذا بدون عكس على قيمة الجي دي بي على الطرف الآخر من المعادلة. ومن ثم بدنا نطلع كمان على الانفاق الحكومي ككومبوننت مهم. لأنه كلف الاقتراض تبع الحكومة بدأتقل. كمان. وكلف الاقتراض لما تكلف الاقتراض تبع الحكومة بدأتقل. العجز المفروض أنه يتراجع. والمديوني يتقل. فبالتالي بدون يتحسن مستوى الانفاق الحكومي. نظريا أنا بحكي. وبدون يتوجه على الانفاق الرأسمالي. فبالتالي معادلة الجي دي بي كمان بدون أدنى شك بدون يؤثر على الصادرات والمستوردات. ففعليا نحن نطلع على عنصر مهم جدا. اللي هو سعر الفادي. وتأثيره على الأربع محاور اللي بتشكل الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي. فبالتالي بدون أدنى شك لما أتطلع على تقرير البنك الدولي بيقول 1% انخفاض في أسعار الفادي يترجم من 20% إلى 0.5% زيادة في النمو الاقتصادي. رقم مبرر ومنطقي. ويمكن يكون في بعض الدول أكثر وفي بعض الدول يمكن يكون أقل. ويساعد في الوصول إلى المستهدفات. طبعا بكل تأكيد. دكتور ميغر المحلوق. أستاذ رائد المومن. يسمحوا لي أن نذهب إلى فاصل قصير. ومشاهدين بعد الفاصل أيضا سنتحدث إلى أين ستصل أسعار الفادي. وكيف ستنخفض وإلى أين ستنخفض. هل هي بذات وطيرة وحجم الرفع السابق. وبعد الفاصل انتظرونا. أهلا بكم الجديد مشاهدينا في هذه الحلقة من الأحدة الاقتصادية التي نتحدث فيها عن أسعار الفائدة. انخفاض مر وأيضا انخفاضات أخرى. متوقعة من هنا وحتى نهاية العام. ضيوفي في هذه الحلقة. مدير عام جمعية البنوكة دكتور ماهر المحلوق. أهلا وسلم بك. معنا ورئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابتل للاستثمار الرائد المومني. أهلا وسلم بك سيد رائد. سأعود إليك دكتور. اليوم عندما نتحدث عن منخفاض في أسعار الفائدة. هذا ينطبق فقط على القروض قروض الأفراد والشركات. أم أنه أيضا ينطبق على بطاقات الاعتمان؟ بطاقات الاعتمان نوع من أنواع القروض الموجهة للأفراد. لأنه هي ضمن منظومة القروض الشخصية أو الخدمات الشخصية التي تقدمها البنوك أو القروض الشخصية. لأنه إذا نطلع على على تصنيفات القطاع المصر في القروض التي تتم توجيهها. يعني استثني القروض الموجهة للقطاعات والشركات إذا بدأت تحدث مثلا صناعة وزراعة وإنشاءات وعقارات وما إلى ذلك وخدمات وتجارة جملة وتجارة تجزئة. ومنطلع على مكون مهم جدا القروض الشخصية التي تشكل حوالي تقريبا 25% أو 26% من إجمال محفظة التسليلات الاعتمانية المقدمة من البنوك التي تبلغ تقريبا حوالي اليوم نتحدث عن 36 مليار دينار أردني. 25% منها هي قروض شخصية. هذه القروض الشخصية هي قروض موجهة قروض أفراد. قد تكون قروض شخصية. سيارات جزء منها سكان. جزء منها بطاقات اعتمانية. كل أشكال القروض الشخصية التي يتم توجيهها للأفراد. فبالتالي الانففاد والالتفاع ينطلق عليها بهذه الحالة. طيب أستاذ رائد قبل الفاصل ذكرنا بأنه فعليا الارتفاعات هنا تحدث عن السوق الأمريكي. كانت من صفر بالمئة فائدة. وصلت لخمسة تقريبا بالمئة. خمسة ونصف. خمسة ونصف. بدأت تنخفض. نزلوا النصف هذا بآخر نزلي. بآخر اجتماع. هل فعليا ستعود إلى الصفر؟ شوف أحكي لك توقعات السوق أنا. السوق حاليا شو متوقع. أنا مش راح ترجع للصفر. السوق متوقع من هون لنهاية الـ 2025. تكون تقريبا أسعار الفوائد بين 3.4 أو 3.5 بالمئة. والبنك المركزي نفسه بآخر اجتماع له. بعض التوقعات. بالعادة بعض التوقعات إلى المدد البعيدة لأسعار الفوائد. هي فعليا كانت تقريبا 92. وفعليا رفعها. كانت 82. رفعها إلى 92. فالبنك المركزي أمريكي نفسه حاليا بتوقع أسعار الفوائد على المدى البعيد أنها تكون حوالين الثلاثة بالمئة أو أقل شوية الثلاثة بالمئة. فهذا هو التوقعات من البنك المركزي. والتوقعات برضو من الأسواق المالية. إذا نطلع حاليا على الأسواق المالية نطلع على عوائد السندات للحكومة أمريكا مدة عشر سنين ثلاثين سنة. شفنا بالفترة الأخيرة ارتفاعات عنيفة صارت عليها خلال الشهر الماضي. فعليا زي ما كنا نناقش بالفترات السابقة. أنه المفروض الأسعار هي تنزل. لأنه مفروض تسعر. أنه فيه خفاض فوائد. لكن الشهر الماضي تفعت هي بخمسين نقطة أساس. نتيجة توقعات واحد. انتخابات أمريكا. اثنين. تطورات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. فهذه التطورات الجديدة فعليا ترفع أسعار الفوائد بشكل عام أعلى من ما كانت هي قبل ما صارت تخفيض الأسعار الفوائد خلال الفترة الماضية. فجوابا على سؤالك. لا. هي مش متوقع تنزل لصفر بالوقت الحالي. لأنه منطقيا احنا مش متوقعين الاقتصاد يدخل بكساد اقتصاد أمريكا. يدخل بكساد. متوقعين الاقتصاد يعمل منيح. آخر توقعات طلعت لسبوع الماضي من أتلنتا تلنتا فيد بيطلع توقعاته للنمو الأمريكي بالربع الثالث. والتي ستطلع لسبوع هذا متوقعين تقريبا ثلاثة فاصل اثنين. نمو. نمو بالربع الثالث من اقتصاد أمريكي. فأنت فعليا في نمو اقتصادي. ومدام في نمو اقتصادي. ليش نتوقع أسعار الفوائد تنزل بالحد هذه. يعني بناء على الأرقام اللي حكيتها بـ 2025. يمكن أن يكون هناك انخفاض 2%. نقطتين. طفيف جدا. عفوا. هي تنويه بشكل عام صراحة. تتغير كثير هي. هذا السوق تتغير كثير. لأن شو التغيير اللي صار من شهر. بداية كان ببيانات الوظائف الأمريكي اللي نمت تقريبا فوق الـ 250 ألف. وكثير أعلى ما كانت متوقع. وبعدين يجت بيانات التضخم أعلى شوي برضو من المتوقع. وبالإضافة كمان إجت مبيعات الأفراد كمان أعلى المتوقع. فتغيرت الصورة بشكل عام. يعني لو يجيك شهرين زمن تشوف هاي الأشياء البيانات الصادية هاي تتغير. ترجع تتغير الصورة. بس إجمالا إجمالا البنك المركز الأمريكي نفسه متوقع أسعار الفوائد على المدى البعيد 2.9 حاليا. يعني ما تتوقع أنت من هون مدى البعيد يعني كم يحكي؟ مدى البعيد تحكي فيه بعد 2026. بعد إلى 2026. يعني ممكن يلحقنا كمان واحد بالمئة في 2025. بس. بالزبط. تمام. اليوم هذه الانخفاضات هل يمكن أن تبادر أو هل تستطيع أصلا البنوك الأردنية أو حتى البنك المركزي الأردني أن يبادر بتخفيض عكس اتجاه الفدرال الأمريكي؟ لمصلحة من يعني مقرار هذا لمصلحة الاقتصاد الأردني ومصلحة البنوك في الأردن ومصلحة المواطن الأردني ومصلحة الأردن تتطلب أن لا يتم اتخاذ قرار بهذا النوع ومعاكسة سير اتجاه سعار الفائدي اللي بتصير في العالم للأسباب اللي أشرنا لها بجوز يبلش شوي لما حكينا بدك سياسي نقطي أهمها قوة العملة سياسي نقطي تحافظ على دينار أردني مستقر على نظام مصرفي ونظام اقتصادي مستقر واستقرار سعر صرف الدنار الأردني واستقرار النمو الاقتصادي فلابد من وجود واتباع نهج معين وأثبت النهج اللي كنا ماشيين عليه خلال فترة الرفع أو الـ 11 رفع اللي تمه على سعر الفائدة أثبتت بكل المقييس ما قام فيه البنك المركزي أنه كان ذو كفاء أو ذو فعالية وصحيح وكانت ممارسة في الاتجاه السليم وهذا ممارسة في الاتجاه السليم مش بشهادتي ولا باجتهاد مني أو باجتهاد من أيهاد كان باجتهاد وكالات التصنيف العالمية اللي عملت على رفع التصنيف الاعتماني للأردن بعد 20 سنة من عدم تعديله على سبيل المثال مودي ستاندرد أمبورز وموديز يعني وكالتين بالإضافة إلى فتش تثبيت أعتقد بنذكر برامج وهذه الوكالات أصلا هي وكالات مستقلة استقلال كامل وكالات مستقلة استقلال كامل وتعمل مراجعة يعني لا تستطيع الحكومة كلهم نزلون وطلعون ولا أي حكومة تستطيع تأثر عليهم بيشتغل بمنهجية وبمعايير وبأوزان وبيأخذ معايير معينة إلها أوزان معينة سواء كمية أو نوعية وبيحسب بناء عليها وبيأخذ قراره وبراجع التصنيف الاعتماني للبلد والتصنيف الاعتماني يعني قدرة الدولة على الالتزام على الوفاء بالتزاماتها والاستقرار ومن ضمن هذه المعايير اللي بيأخذها معايير تتعلق بالسياسة النقدية معايير تتعلق بالاحتياطيات معايير تتعلق بمعايير عديدة وكثيرة جدا أنا مش خبير فيها بس يعني فيه تفاصيل كثير بتم أخذ بعين الاعتبار المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي والإشادة اللي تمت فيه أداء البنك المركزي واللي قرأ البيان الصحفي اللي صادر عن بعتة صندوق النقد الدولي باللغة الإنجليزية على وجه التحديد مش النسخة المترجمة إلى العربية الإشادة كانت واضحة جدا ومميزة وشكر للبنك المركزي على إدارته للأزمة والظروف والوضع الأخير اللي تم في الاقتصاد الأردني وهذه النقطة تستحق الإشارة إلها بعناية وباهتمام يعني لأنه الله دكتور دقيقة شفاء يعني الترجمة لا لا الترجمة الترجمة لماذا تكون حرفية على الأقل أنا لما قرأت البيان الصحفي بالإنجليزي أنا شفت أنه بتوجهوا بشكر واضحة وصريح للبنك المركزي صحيح هم حق كتبوا بجوز الترجمة كتبوا إشياء آخر يعني ذلك يعني بس أنا أنا كان بهمني أأكد على كلمة الشكر للبنك المركزي على جهوده في هذا الموضوع ودعمه ومرونة الاقتصاد وهذا مهم بعدين في شغلة كتير مهمة جدا على الرغم من كل هاي المعطيات احنا اليوم مستوى الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي اتجاوز العشرين مليار دولار أمريكي بمبلغ يعني بحدود المتين عشرين مليار وشوي يعني مش متذكر الرقم بالزبط بس هذا رقم غير مسبوق في تاريخ الأردن أن مستوى الاحتياطيات يكون بهذا الحجم وبهذا الكم هذه كلها يعني أرقام ومؤشرات وجهود يعني مواضحة وصريحة ويمكن الإشارة إلها من أي شخص مطلع ولو مطلع التلاع بسيط على أنه ما تم ماراسته من قبل السياسة النقدية اللي بنفذها البنك المركزي أتت وكلها وأتت تمارها قد يكون فيها بعض العدم خلينا أسميها يعني مش بالضرورة أنا كشخص كماهر المحروق يعني ممكن أن تكون قرارات غير شعبية يعني بالضرورة أنا كماهر المحروق لازم أكون راضي بس على مصلحة الأردن والاقتصاد الأردني مرضي وأخذت بعين الاعتبار مصلحة الأردن مصلحة الاقتصاد الأردني والتي هي في مجملها مصلحة المواطن الأردني المعني بإدارتها في هذا المواطن والابتعاد كل البعد عن نكسات سابق بالضبط وهذه عكسة مروني مهمة جدا بتمتع فيها النظام المصرفي الأردني لأنه هذه الميزة وهذه المرونة وهذه المرونة وسهولة الحركة التي كانت تتم في الجهاز المصرفي عموما كانت قوية جدا وأثبتت أنه هذا قطاع مرن قطاع قوي قطاع قادر على تحمل الصدمات والصمود في وجه هذه الصدمات جميل دكتور إحنا خرجنا من كورونا أزمة التشدد العالم والحرب الإيقرانية أو ما نتج عن الحرب الإيقرانية من أزمة سياسات تشدد اقتصادي عالمي صحيح دخلنا بحرب غزة وبنجيب نمو اقتصادي متوقع 2.4 يعني هذا هذا بحد ذاته بالضبط هذا بحد ذاته يعني بدك توقف بدك توقف شوي وتقرأ هذه المعطيات وهذا الرقم بنوع من الإنصاف وبنوع من بصراحة من الإعجاب كمان وتقول أنه اللي بصير هون يعني بديش أقول لإعجاز لأنه بس بس فيه جهد يعني مبذل لحتى وصلنا لهون وفيه ناس اشتغلت لوصلنا لهون وتوقع بال2009 هذا ما يجي هيك يعني يمكن كمان مرة بقول وبجوز المواطن العادي اللي بيسمعني مع كل احترام إله يعني بجوز بقول لك كذا بيحكي كلام يعني مش ملموس وأنا مش لامس وأنا مش بس يعني الاتجاه الآخر أو الصورة المعاكسة اللي أنا بحكي ظلامية ظلام مطلق صحيح صحيح طيب استاذ رائد اليوم لماذا هناك تخفيض لأسعار الفائدة في أمريكا بالمقابل ارتفاع في أسعار السندات سوق بالمجمل شو بساعة جمالا أرجع على سؤالك الأول ليش تخفيض فوائد تخفيض فوائد زي ما تفضل الدكتورنا البنوك المركزي جمالا عندها أهداف من أهداف البنك المركزي في أمريكا هو هدفين أساسيات اللي هي التضخم كبح جماحة تضخم والبطالة التضخم بأمريكا بلحظة من اللحظات كنا فوق التسعة بالمية وإحنا حاليا منحكي قبل ما أحكيك بهذه الهدف تاع البنك المركزي الأمريكي ثنان بالمية التضخم يوصل لثنان بالمية بلحظة من اللحظات وصلنا تسعة بالمية وحاليا نحن فوق الثنان بالمية فارتفعت الفوائد لأن أسعار التضخم ارتفعت بشكل حاد جدا فبالتالي اضطر البنك المركز يرفع أسعار الفوائد وعلى دراية تامة رفعت أسعار الفوائد رح تخلق له مشاكل اقتصادية لكن هذا الثمن اللي بجدفع لأنه بالأخير التضخم هي ضريبة عن المواطن بده يقلل الفلوس الكاشي الموجودة بسوط بس هي ضريبة على المواطن التضخم هو ضريبة على المواطن وبنك المركزي نفسه بيقول لك أنه التضخم أول عدو على المواطن اللي هو التضخم فبالتالي بده يطر يرفع الفوائد طبعا يمكن أستاذي بس أبسط تعريف للتضخم هو ارتفاع أسعار السلع مقابل ثبات الدخل اللي موجود للمواطن اللي هي ضريبة بتقدر تسميها ضريبة بطريقة أو بأخرى فالطر يرفع الفوائد عشان يكبع جماح التضخم وفعليا نجح أنه يكبع جماح التضخم من غير ما يعمل كساد اقتصادي لأنه بالعادة لما تطلع أسعار الفوائد بتعمل مشاكل بالاقتصاد عندك وهذه المشاكل بسوي لك كساد اقتصادي ونجح بها المهمة فبالتالي بدأ الدورة العكسية من رفع الفوائد لتخفيض الفوائد بالعادة السندات جوابا على سؤالك الثاني السندات هي علاقة عكسية بين سعر السند وبين أسعار الفوائد أسعار الفوائد تنخفض أسعار السندات بتطلع. والعكس أسعار الفوائد بتطلع أسعار السندات بتنزل. بشكل عام. بأمريكا بشكل عام وبشكل خاص أو الدول المتقدمة عندهم منحة عوائد سندات. منحة عوائد سندات اللي نقصد فيه أنه فيه سندات مددها من سنة لثلاثين سنة. كل سند هذا بيجيبوه ويشوفوا ما الفائدة تعيته. ويصير عندك رسم بياني كل مدة زمنية وقدها أسعار الفوائد. إجمالا أسعار الفوائد للبنوك المركزية هي تتحكم بأسعار الفوائد للمدد القصيرة. لا تتحكم فعليا. بنك المركزي بتحكم لمدة سنة تقريبا. لا يستطيع يتحكم بالسنتين والخمس سنين والعشر سنين. هذا متروك الأسواق المالية هي تتحكم فيه. وهذا يتحرك حسب معطيات الاقتصادية بشكل عام. خلال 2008 البنوك المركزية تخفض أسعار الفوائد. لكن كان في بعض فوائد ليس قادرين يوصلوا له. بالذات القروض كانت بأمريكا. أنه يريد أن ينزل فوائد القروض. فوائد القروض بالعادة مرتبطة بأسعار السندات ذات المدد الطويلة. فطر البنك المركزي بهذه اللحظة. عشان يقدر يتحكم بهذه الأشياء طر يطبع مصاري ويروح يشتري سندات من السوق. فهو لما كان يروح يشتري سنداته من السوق. فعليا ينزل سعر السند. أو يرفع سعره أفوال. فبالتالي تنزل أسعار الفوائد. هي قدر يتحكم بهذا الأشياء. اللي هو أول الأشياء يتحكم بالمدد القصيرة. كون نحكي على المركز الأمريكي طبعا للتوضيح. ودول المتقدمة يتقدم إجمال. حتى أوروبا وبريطانيا واليابان نفس الأشياء. فبداية المدد القصيرة يتحكم هي الأسعار الفوائد الأساسية. والمدد الطويلة يضطر يروح يشتريها. من السوق اللي يسموها بالإنجليزي كوانتيتاتف إيزن. له تيسير الكمي. الفترة الحالية الماضية هو رفع أسعار الفوائد وبالإضافة خفض مشترياته من السندات. عشان يأكد أنه فعليا سياسته النقدية تتطبق على جميع أنواع الفوائد. فكان وهم تقدر تشوف أن هي أسعار الفوائد على القروض بأمريكا. قروض السكنية. كانت تقريبا حاليا رجعت طلعت هي. صارت فوق السبعة بالمئة تقريبا. بالفترة الماضية كانت هي سبعة بالمئة. ففعليا القروض السكنية للمواطن الأمريكي كانت مكلفة جدا. بأمريكا تقريبا سبعة بالمئة. الذي يأخذ قرض جديد هناك كان. دعيني نحكي عليه. رجعت نزلة الفترة الماضية. نجرع طلعت هذه. الفكرة الجوابا على سؤالك أسعار السندات الفترة. هذه نزلت هي. فعليا أسعارها. فبالتالي أسعار الفوائد طلعت. ومرة ثانية برجع. أسباب انخفاض أسعار السندات المدد لطويلة. سببين رئيسيات. هي نتائج انتخابات أمريكا بداية أو توقعاته على انتخابات أمريكا واحد. ثانيا البيانات الاقتصادية من أمريكا قوية جدا. وإجمال إذا نتطلع على العالم بصورة عامة. أمريكا بالفترة الحالية أو نحكي السنة هاي. أداء الاقتصادي كثير قوي أكثر من دول ثانية. أقوى من أوروبا كاملة. أقوى من اليابان. أقوى من الصين. أقوى من بريطانيا. فبالتالي شفنا بالفترة الأخيرة العكسة الدولار. رجع الدولار من أول وجديد. لأنه صارت توقعات خفض فوائد بشكل حاد أكثر بأوروبا وباليابان. والصين عفوا بأوروبا وبريطانيا. وبرضو عندك الصين كمان. بالمقابل أمريكا مش متخفض. توقعينا تنخفض بالحد القوية. جميل. سنتحدث أكثر عن موضوع أثر الانتخابات الأمريكية على أسعار الفائدة. وأيضا عدد البنوك في الأردن. وهل هي قادرة على تمويل الاتصاد وما أنجزته بشكل عام. ولكن مشاهدين بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم جديد. مشاهدين في هذه الحلقة من الأحدى الاقتصادية التي نتحدث فيها عن أسعار الفائدة في الأردن وفي العالم بالمجمل. وكيف يمكن أن تؤثر على حركة الاقتصاد الأردني والعالمي بشكل نعم. وسأعود إليك دكتور. قبل الفاصل تحدثنا بالنو. سنتحدث عن كم بنك أول شيء موجود في الأردن؟. نحن في الأردن عنا عشرين بنك. خمسة عشر بنك أردني وخمس بنوك أجنبية عاملة في الأردن. كثار أم لا بكفو؟ لا يعني عدد مناسب. يعني بالنسبة لحجم الاقتصاد. حجم الاقتصاد يمكن يكون. هل يحتاج عشرين بنك؟ يمكن لو كانوا أربعة وعشرين بنك من ثلث سنين يعني أربعة سنين. صار في عمليات استحواذ. تمت يعني في بنك استحوذ على بنك. كل في بنكين استحوذت كل واحد على بنكين. يعني والأمور لا تحسب بالعدد. يعني مشان نكون دقيق يعني. كحجم بغض النظر. كحجم وصوات. حجم البنوك العاملة في الأردن من حيث الموجودات إذا منتطلع تاريخيا على أرقام نمو الموجودات في نمو في موجودات البنوك بحوالي 8%. اليوم نتحدث عن بنوك عاملة في الاقتصاد الوطني. حجم موجودات 68.8 مليار دينار أردني. فنحن نتحدث على رقم أقرب ما يكون إلى بعثي الناتج المحلي الإجمالي. فهذا حجم يدل على وجود قطاع مصرفي قوي. مستقر. مستوى المنع فيه. دعونا نستخدم الكلمة التي تحب تستخدمها. منعت البنوك وقدرتها كعمود فقري للاقتصاد الوطني. وتداخل القطاع المصرفي مع القطاعات الأخرى. وتشابكه من خلال التمويل. ومن خلال توفير تمويل لقطاعات زي الصناعة. قطاعات التخزير. قطاعات العقرات. قطاعات الإنجاءات. الاستثمار في مزالات كثيرة. هذا يجعل قطاع المصرفي قطاع متداخل ومتشابك مع كثير من القطاعات. ويعزز من دوره. لأنه بالداخل مع هذه القطاعات في حجم تسلات. وصل إلى حوالي نتحدث تقريبا عن 37 36 37 مليار دينار أردني. آخر أرقام التسلات. وبمعدل نمو يقارب 3.6 في المئة عن العام الماضي. على الرغم من الارتفاع الذي تم فيها سعر الفاتي. بحجم موجودات كم دكتور؟ 68.8 مليار دينار. هذا موجودات البنوك الأردني. نعم القطاع المصرفي الأردني. القطاع المصرفي. وبتسهيلات تجاوزت 36 37 مليار. وحجم وداع حوالي 45 46 مليار دينار أردني في القطاع المصرفي. هذا من جانب. من جانب آخر فيه مؤشرات أخرى كذلك تدلل على قوة ومتانة القطاع المصرفي سواء من حيث حجم السيول القانونية نسبة كفاية رأس المال. نحن إلى حد ما نستطيع أن نقول أن نحن متشددين في سياستنا مع البنوك؟ سياست الدولة الأردنية؟ البنك المركزي من خلال الأنظمة والتعليمات بمارس دور ورقابة كجهة منظمة. لأن أنا أحكي عن البنك المركزي. هو الجهة الرقابية والمنظمة لعمل القطاع المصرفي. أو البنوك؟ وهو المسؤول عن إدارة هذا القطاع. وهو المسؤول عن الإشراف والرقابة على عمل القطاع المصرفي. يمارس دوره زي ما أشرنا سابقا بأعلى درجات المهنية. يمارس دوره بشكل كثير مميز. وفقا لتعليمات مميزة متطورة. وفي نوع من براعي. خلينا أسميها البنك المركزي براعي مصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطن ومصلحة القطاع المصرفي. لأن ليس من مصلحة البنك المركزي أن يميل في كفه على حساب الأخرى. لأن التوازن والحفاظ على توازن العلاقة ما بين هذه الأطراف الثلاثة هي مصلحة الاقتصاد الأردني ومصلحة الأردن. وإدارة هذه المنظومة بتوازن بين الثلاثة الأطراف عامل مهم جدا للبنك. ذكرت أنت الرقم. ولكن أريد أن أسألك كيف هو الإقبال على القروض في ظل ارتفاع أسعار الفئر؟ معدل النمو في التسليلات الائتمانية. زي ما أشرت لك آخر أرقام عندي لشهر تسعة تقريبا. اللي أحكي عنها ستة وثلاثين مليار. أنا لماذا أريد أن أتحذر أبدا التحذير؟ أريد أن أعطيك رقم دقيق مية في المية لآخر فترة بناء على معلومات النشرة المصرفية وحجم التسليلات الائتمانية هنا نحن نحن نحكي عن زيادة في المقتردين أو في حجم الاقتراض 3.6% نعم. حجم التسليلات الائتمانية زيادة فيها. وهذا يعني مؤشر 3.6% بالزبط. بحجم إجمال التسليلات الائتمانية 34 مليار. أسف. 34 مليار نعم. جميل. لنكون دقيق في الرقم. جميل. طيب موزع طبعا على مختلف القطاعات. موزع على المحافظات يعني في عندنا يعني أنا بقدر يعني هاي التفاصيل كثيرة على هذا الموضوع. بس هذا النمو موجود في التسليلات الائتمانية والنمو في التسليلات في القطاعات موجود في بعض القطاعات على وجه التحديد. هذا يعطيك أن بعض القطاعات بيستل على الرغم من كل ذلك هي بتطلب التمويل لغيات التي هي تمويل عملياتها والاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة. جميل. أستاذ رأيت. الانتخابات الأمريكية. كيف تؤثر على ارتفاع وانخفاض السعار الفائدة؟ تمام. أو نتائج الانتخابات؟ أكيد. نتائج الانتخابات هي كل التكهنات حاليا على نتائج الانتخابات لأنه في أربع يعني فعليا هي عندك يا أما حزب ديمقراطي يا أما حزب جمهوري يا أما أربع احتمالات ترمب وحزبه ينجح بكل إشي يا أما ترمب يكون حكومة من قسمة يا أما كمالة هارسة تفوز حزبها يأخذ كل شيء يا أما كمالة هارسة تفوز ويكون فعليا مائلهم حزبها السيطرة على بسموهم اللي هي زي مجلس النواب والأعيان الكونجرس تمام جمالا السوق حاليا متوقع أنه حزب ترمب اللي هو الريبوبليكنز يفوزه حزبه وهو برضو يفوز ترمب في حال حاليا هذا السوق اللي يمسعره وبناء على توقعات هاي فعليا شفنا فيه تحركات بالسوق قاعد شو اللي بتصير أن السوق بلش فعليا يسعر ماذا يعني نجاح ترمب وما هي سياساته المالية وماذا ستؤثر سياساته المالية من أهم الأجندة تعيته اللي هي فعليا بداية اللي هي تعرف الجمركية ترمب تعهد أن يحط تعرف الجمركية على الصين من 60% ويحط تعرف الجمركية على كل العالم من 10% لـ 20% هاي واحدة الشغل الثاني تعهد ترمب أن يخفض الضريبة على الشركات من 20% لـ 15% وبرضه ترمب تعهد أنه فعليا يخفف عدد المهاجرين اللي يدخلوا على البلد إجمالا كل هذه السياسات إذا طبقت يعني إحنا هنالنقاش مش راح نحكي ممكن إذا نفترض أنه نجحه وإذا هاي سياسات اتطبقت فعليا كلها هاته سياسات بتأشر أنه ممكن نرجع نشوف فيه تضخم من أول وجديد بداية ونرجع نشوف عجز بميزانية حكومة أمريكا برضو من أول وجديد فبالتالي أثروا على أسعار الفوائد بشكل عام كلما تشوف أسعار الفوائد تنزل بالسرعة اللي أنت متخيلها وإذا التضخم رجع من أول وجديد فعليا أنت ممكن تشوف فعليا أسعار الفوائد رجع ممكن تطلع من أول وجديد سيناريو مش وارد هذا خلينا نحكي لكن سياساته لأنه بمبسط الأمور زادت التعرف الجمركية واقتصاد أمريكي لا ينتج إذا انخفض ضريبة على الشركات الشركات فعليا مصاري فيها زيادة هذه المصاري التي زيادة ممكن تتحرك بالاقتصاد من أول وجديد وبالتالي ممكن ترجع تعمل لك برضو مرة ثانية تضخم من أول وجديد وبالأخير عرض طلب إذا لم يكن في طلب كثير لأن الاقتصاد سيظل شغال فريد أن يوظف أكثر وأكثر وإذا لم يكن عرض من الناس تشتغل أكثر فبالتالي هذا كلياته سيؤدي لارتفاع الأجور للناس في أمريكا فبالتالي هذا السوق حاليا مسعره وإذا السوق متوقع أن يأتي ترامب وحزبه ترامب وحزبه ومسعره هذا وقلت لك طلعت أسعار الفوائد بس ممكن في حال كان العكس هل سينعكس ذلك مباشرة على السوق طبعا راح تشوف ينعكس مباشرة طلعت أسعار الفوائد بالفترة الأخيرة قلت لك سبب الأول تحسن بيانات اقتصادية واحد واثنين جزء منه أن ترامب راح ينجع بالانتخابات لغاية اللحظة السوق ليس قادر يحدد بالزبط هل لو نجح ترامب هل هذه الأسعار الحالية عكس هذا الاشي مية بالمية ولا لا فيه انقسام بالسوق فيه جزء يقول لك لا لسه السوق ليس عاكس مية بالمية هذا الاشي فيه منه يقول لك عكس مية بالمية ما فينا ننكر أنه جزء من طلعت أسعار الفوائد على سندات حكومة أمريكا المدد البعيد وحتى المدد القصيرة جزء منها يبعكس أنه ترامب وحزبه راح ينجح فبالتالي إذا ما نجح راح ترجع تشوف يعني فيه تخبط فيه تخبط كيف الفائدة بتنزل والذهب بتطلع هذا هو سؤال المليون زي ما أنت قلتها ناقشناها قبل الحلقة زي ما أنت قلت شوف أسعار الفوائد في أمريكا طلعت المدد العشر المدد البعيد خلينا نحكي بالذات العشر سنين عشر سنين شو بتراقب أنت بالعادة معها عشان تحكم لو يشو طلع بالعادة فيه بالسوق فيه إشي بيسموه اللي هو توقعات السوق للتضخم العشر سنين ولا خمس سنين طالعة برضو هاي مش أنا مش طالعة طالعة تقريبا ثلاثين نقطة أساس بسندات حكوية أمريكا طالعة تقريبا خمسين نقطة فبالتالي العوائد الحقيقية كيف يحسب العادة الحقيقي يجيب سندات عشر سنين العوائد عليها ويقارنها بتوقعات السوق لتضخم عشر سنين فعليا طالع العادة الحقيقي والعادة الحقيقي هذه يعكس جزء منه نمو اقتصادي خلينا نحكي بس إجمالا كان زمان قبل السنة يعني نحكي الذهب بتسعر على العوائد الحقيقي لأن الذهب ما منتج لك دخل وما هي السنة ما بتسعر هذه السنة عكسها طالعة اللي صارت بالذهب العوائد الحقيقي طالعة الذهب طالع دولار طالع الذهب طالع شو بيعكس لك هذا فعليا بيعكس عدة أسباب برأي الشخص سبب الأول توترات جيوسياسية بالعالم كلياتها السبب الثاني اللي هي الخوف من انتخابات أمريكا السبب الثالث عجز حكومة أمريكا نعم شكرا جزيلا لك السيد رائد المومني رئيس قسم إدارة الوصول والموجودات في كابيتل ليالستثمارات وأيضا مدير عام جمعية البنوك الدكتور مهر المحلوق شكرا جزيلا لك أيضا ومشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من الأحدى الاقتصادي الذي أعطيكم دائما في نفس الموعد تابعونا دائما وللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر